في الآوينة الأخيرة تحولت جدران مدينة عدن إلى مساحة فنية تعكس ثقافة المدينة وتحكي تاريخها العريق جداريات مستوحات من طوابع عدن البريدية القديمة التي كانت تستخدم قبل 169 عاما أثناء الاحتلال البريطاني هذه الجدارية الجميلة بدأت بالظهور في مدخلي عدن القديمة المعروفة أيضا بكريتر وأصبحت تلفت انتباه المرة والزوار على حد سواء إذ أعيد رسم هذه الطوابع رقميا مع إضافة بعض التفاصيل الأخرى مثل النقوش والزخارف العدنية القديمة بهدف إحياء إبراز المعالم التاريخية والثقافية الطوابع البريدية التي لها أهمية كبيرة جدا في تخليد حقائق تاريخية سادت في فترة من فترات التاريخ الطوابع البريدية تجسد ثقافة البلدان الطوابع البريدية لها أهمية كبيرة في حفظ الحقائق التاريخية وهي تمثل سجل تاريخي مهم يعتمد عليها الباحث والمؤرخ وهي تعتبر وثيقة وتتنوع الجدارية في موضوعاتها وتصاميمها حيث تبرز معالم عدن التاريخية المندثرة والتي لا تزال قائمة في توجه فني يمكن للسكان المحليين والزوار الاستمتاع بالتعرف على تاريخ المدينة وتراثها الثقافي بطريقة جديدة ومبتكرة الجدارية التي تعد مثالا رائعا على كيفية استخدام الفن العام في تحويل المساحات العامة إلى معارض فنية مفتوحة وجذب الانتباه وإعطاء المدينة روحا جديدة وجمالا فريدا يكتصر الموضوع على جانب الثقافي وإنما يكتصر أيضا على الطبيعة طبيعة البلد سواء تضاريسها مناخها كذا حيواناتها طيورها فهي ظاهرة الطابعة البريدية كما قلنا مهمة جدا في تخليد ذاكرة الشعوب وفي حفظ مظاهر الحياة الإتماعية والسياسية والاقتصاطية والإتماعية في أي بلد مبادرة فنية وجدارية تعزز الوعي الثقافي والانتماء والفخر بمدينة عدن ووسيلة مثلى لتجميل المدينة وتحسين المظهر العام للأماكن العامة والإسهام في خلق بيئة حضارية أكثر جاذبية ودهشة في مدينة كانت من أجمل وأعرقي مدن الشرق مجتمعة اشتركوا في القناة